بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم يا شباب عاملين ايه يا ربكم بخير معكم مستر رحمد ندا والنهاردة ان شاء الله هنبدأ اول حلقة في theme 2 اللي هو بيتكلم عن matter and energy يعني المادة والطاق هنبدأ ان شاء الله النهاردة في شرح unit 2 و unit 2 يا شباب بيتكلم عن ايه getting energy يعني الحصول على الطاق ال unit ده يا شباب اللي هو unit 2 في 2 concepts او في مفهومية هنبدأ النهاردة ان شاء الله في شرح concept 2.1 اللي هو المفهوم الاول في الوحدة التانية طب يا طرى بيتكلم عن ايه بيتكلم عن thermal energy grand states of matter الطاقة الحرارية وحالات المادة تمام في بداية الحلقة وكالعادة احب افكركم باني لازم نجيب كل التولز او الادوات المهمة بتاعتنا واحنا بنتابع الحلقة علشان نكون مركزين كويس جدا في كل كلمة بتتقال ونذاكرها مع بعض اول باول وما حدش اضطر ان هو يقوم ويرجع تاني فيفوته اي جزء من اجزاء الشرح بصورة على شباب هديكم فاصل صغير تروحوا تجيبوا الورقة او القلم والكتاب بتاعنا او البوكلت المذكرة اللي بنذاكر منها علشان نبدأ حلقة النهاردة مع بعض وارجعنا لكم الفاصل لشباب علشان نشرح مع بعض النهاردة وكالعادة في بداية كل كونسبت بتجيلي الاكتيفتي نمبر وان اللي هو بيقول لي هل تستطيع شرح وبيجيب لي صورة كده صغيرة او كام صورة صغيرين ويشوف المعلومات اللي عندي او المعلومات اللي انا فاهمها عن الصورة ديت وازاي هعرف اتكلم عنها تعالوا كده نبص على الامج او البيكتشر اللي قدامنا ديت الصورة اللي قدامنا ديت ونشوف هي بتعبر عن ايه او بتتكلم عن ايه يعني الصورة المقابلة بتوضح ينبوع ماء ساخن تمام واللي بيتكون كالتالي يعني طريق التكوين وبتكون كالتالي هيقول لي ازاي الهوت سبرينج اللي هو ينابيع الماء الساخنة ديت بتتكون ازاي بيقول لي اولا بيكون عندنا جراوند فوتر مياه جوفية بيتم تسخنها عن طريق الصخور المنصهرة يعني بتكون مية موجودة في باطن الارض محاطة بصخور درجة حرارتها عالية فالصخور ديت بتسخن المية يعني والصخور المنصهرة ديت اللي بتوقع درجة حرارتها عالية والمية كمان بيكونوا موجودين على عمق كبير تحت الارض وبعدين المية ديت بترتفع وبتوصل لمستوى سطح الارض وبتبدأ تغلي بتبدأ ايه تغلي زي ما انتوا شايفين كده اه دي المية تمام والمية ديت شايفين انا طالع منها ايه ها ووتر فيبر بخار مية برافو عليكم طيب المية والووتر فيبر جاز صح كده جميل جدا قال لي طيب تعال نعرف لما المية دي تغلي هتتحول من ايه قال لي the boiling water in the hot spring changes into steam which is the gas state of water يعني المية اللي بتغلي اللي انت شايفها في ينبوع الماء الساخن اللي انت شايفه دوت بتتحول الى بخار والبخار ده عبارة عن الحالة الغازية للمية يعني المية بس في صورة غاز هم فهمنا الصورة جميل جدا تعالوا نكمل مع بعض وهنا يا شباب هيسألني سؤال ومطلوب مني ان انا اجاوب عليه او اشرح السؤال دوت اصدقي بيقول لي how are changes in the thermal energy heat transfer and temperature related to particles in matter يعني ازاي التغيرات اللي بتحصل في الطاقة الحرارية او انتقال الحرارة ودرجة الحرارة مرتبطين بالجزيئات بتاعت المادة يعني ايه علاقة thermal energy والheat transfer والtemperature بالparticles of matter او بجزيئات المادة تمام كده بيقول لي اولا thermal energy depends on the movement of particles of matter يعني الطاقة الحرارية بتعتمد على حركة الجزيئات بتاعت المادة اقتلوا ازاي يعني قال لي يعني كل ما particles of matter كل ما جزيئات المادة دي move fast تتحرك اسرع او تتحرك بسرعة thermal energy اللي عندها او الطاقة الحرارية اللي عندها بتزيد طب ايه الدليل يا مستر امسك اديك الاثنين قربهم من بعض وادعكهم في بعض بالروح هتلاقي ايدك سخنت صح؟ طيب ادعكهم في بعض بس بشكل اسرع ايدك سخنت اكتر طب هو ايه اللي حصل اني ال kinetic energy طاقة الحركة اللي بتحرك بها اديك الاثنين وبتدعكهم في بعض او بتحكهم في بعض بتتحول الى thermal energy الى طاقة حرارية طب ما هنا ادية لاتنين مكونين من particles فيهم جزيئات من مواد مختلفة لما بيحتكوا ببعض او لما بيتحركوا مع بعض بسرعة جمدة الطاقة الحرارية فيهم بتزيد صح؟ يبقى الطاقة الحرارية بتعتمد على حركة الجزيئات بتاعت الماد قال لي وهيبتدي يشرح لي على المية اللي موجودة في انبوع الماء السيخ مالها بقى قال لي لما المية بتتسخن الجزيئات بتاعتها بتتحرك اسرع يعني ايه يعني وبيتم انتقال الطاقة الحرارية ما بين جزيئات الماد وبعضها على شكل حرارة واخدوا بالكم من الجملة دي عشان مهمة جدا يعني ايه يعني دلوقتي الثرمال انرجي لما تتنقل ما بين البورتكلز ما بيبقاش اسمها ثرمال انرجي بيبقى اسمها هيت حرارة يعني الطاقة الحرارية لما تتنقل من جسم الجسم او من بورتكل لبورتكل بتتنقل على شكل ايه هيت حرارة اتفقنا كده شباب طب وبعضين قال لي يعني لما الطاقة الحرارية بتاعت جزيئات المادة تزيد ده بيؤدي الى تغير درجة حرارة المادة وحالة المادة قلت له ازاي يعني قال لي دلوقتي راحنا بنسخن مياه تمام وفي ضمن نسخن فيها كتير هتوصل لدرجة حرارة معينة وبعدين تبدأ تغلي وتتحول لبخور صح كده طيب هي المياه لما تسخنت مش بتاعتها بدل مكانة هتبقى ها جاز صح كده برافو عليكم انا عاديكم تفهموا الجزئية دي كويس جدا عشان هي دي اللي هيتبني عليها كامل الكونسبت بتاعنا او الكونسبت بتاعنا كامل تعالوا نكمل ساوه طيب يا مستر هو احنا هندرس ايه في الكونسبت ده قال لي انزيس كونسبت في المفهوم ده we will study هندرس الاتي او سوف هندرس الاتي ايه بقى اللي هندرسه thermal energy and particle movement الطاقة الحرارية وحركة الجزئيات وإعلقتهم ببعض changes of states of matter تغير حالات المادة لما الصولد والليكويد والجاز احنا عندنا ثري ستيتس تلات حالات للمادة يا اما صولد يا اما ليكويد يا اما جاز الحالات دي ممكن يحصلها change ممكن يحصلها تغيير لما thermal energy تتغير كمان هنتكلم عن thermal energy والheat transfer والtemperature طاقة الحرارية وانتقال الحرارة ودرجة الحرارة هنتكلم كمان عن حاجة اسمها thermal expansion التمدد الحراري وهنتكلم عن temperature and particle movement درجة الحرارة وعلاقتها بحركة الجزئيات وفي اخر lesson خالص هنتكلم عن making a thermometer صناعة الترمومتر ازاي نصنع ترمومتر في البيت او ايه هي فكرة تصنيع الترمومتر اللي بنقس بدرجة الحرارة تمام كده تعالوا نبدأ مع بعض activity التانية اللي هي activity number two تمام بس هنبدأ بسؤال صغيرين كده طب activity number two او النشاط رقم اتنين ده بيتكلم عن ايه glass blowing اللي هو نفخ الزجاج او عملية تصنيع الزجاج وتشكيله تمام بيقول لي put right or wrong ده علامة صحة وخطأ the thermal energy of particles of a matter increases when it is heated الطاقة الحرارية للجزائيات هتزيد لما تتسخن كلام ده right or wrong طبعا right كل لما هسخن المادة كل لما الثرمة الانرجي بتاعتها او الطاقة الحرارية بتاعتها تزيد بيقول لي في تاني سؤال the solid state of matter changes when it is heated الحالة الصلبة بتاعت المادة هتتغير لما تتسخن كلام ده right or wrong طبعا right ازاي لو انت سخنت التلج هيتحول لمية صح طب ما هو التلج solid والمية liquid يبقى الحالة الصلبة بتاعت اي مادة هتتغير صح كده لما تتسخن تمام يا شباب نكمل مع بعض بيقول لي طيب هو يعني ايه glass blowing او يعني ايه عملية نفخ الزجاج او ازاي بيصنعوا الازاز بالاشكال اللي احنا شايفينها دا بيقول لي manificaturing of glass depends on changing the glass from one state to another state يعني ايه تصنيع الزجاج بيعتمد على تحويل الازاز من حالة الى حالة اخرى تروا ازاي يعني قال لي when the glass is heated add very high temperatures it changes into molten glass يعني لما الازاز اللي هو في الحالة الصلبة يتسخن لدرجات حرارة عالية او عند درجات حرارة عالية هيتحول الى زجاج منصهر زجاج بس يسايح او دايب وكده الزجاج هيبقى بدل ما كان صولد اصبح ايه liquid بدل ما كان صلب اصبح سائل فانا اقدر اشكله زي ما انا عايز بس بطريقة معينة ازاي بيبقى معايا كده holotube انبوبة مجوافة طويلة مفتوحة من الناحيتين الناحية بيتحط فيها المولتن الزجاج المنصهر والناحية التانية بنعمل فيها بلوينج او بنعمل فيها نفخ الشخص ده بينفخ فيها فبينفخ الازاز تمام ويبتدي يشكله بالاشكال اللي هو عايزها تعال نكمل عملية صناعة الزجاج يعني ايه عملية نفخ الزجاج هي عملية تكوين اشكال مختلفة للأواني الزجاجية باستخدام انبوبة مفرغة يعني انبوبة فضية من الداخل تمام والانبوبة دي بتحتوي على الزجاج المنصهر عند احد النهايتين بتاعة الهولوتيوب او بتاعة الانبوبة المجوفة وهيبتدي بقى يقول لي وير حيثو ويبتدي يشرح لي العملية بيقول لي يعني ايه يعني الزجاج المنصهر دوت بيتم النفخ فيه عن طريق شخص من الناحية التانية المفتوحة بتاعة الانبوبة المجوفة تمام وبيبتدي الشخص ده يعمل منه او يكون اشكال من الزجاج المنصهر على حسب الاشكال المطلوبة طب وبعدين قال لي ثم يعني ثم ان الزجاج المنصهر دوت بيتم تبريده ويتم تكوين الاشكال المختلفة منه للقواني الزجاجية المختلفة تمام كده شباب عرفنا يعني ايه او يعني ايه عملية نفخ الزجاج جميل جد تعالوا كمل سوا قال لي دلوقتي احنا هنسألك سؤالين سؤالين اختبار فهم طبعا انتو عارفين ان مستر احمد نادا مش بيحل اسئلة اختبار الفهم صح كده رابع عليكم هيشرح لكم الاسئلة وانتو توقفوا الفيديو وتكتبوا الاجابات تحت في الكومنس في التعليقات الاسفل الفيديو هما السؤالين put right or wrong ضع علامة صح او خطأ بيقولي add very high temperatures عند درجات حرارة عالية جدا glass changes from solid state into liquid state الاساس بيتحول من الحالة الصلبة الى الحالة السائلة right ولا wrong انتو لها تقر glass blowing is a process to form glassware using hollow cube يعني عملية نفخ الزجاج هي عملية تكوين اواني زجاجية باستخدام مكعب مجوف right ولا wrong برضو انتو اللي هتحددو يلا يا شاباب بسرعة نوقف الفيديو ونكتب الاجابات تحت في الكومنس في التعليقات الاسفل الفيديو تعالوا نكمل مع بعض ونروح نشوف activity number three او النشاط رقم 3 لو بيتكلم عن ايه بقى بيقولي what do you already know about thermal energy in states of matter يعني اللي انت تعرفه عن الطاقة الحرارية اللي موجودة في الحالات المختلفة للمادة قالي you have already know that انا فعلا اعرف بعض الاشياء من السنوات السابقة زي ايه مثلا everything around us is made of matter اي شيء موجود حوالينا مصنوع من المادة when the matter can change from one state into another المادة يمكن تحولها او تغييرها من حالة الى حالة اخرى ازاي ياما by heating ياما by cooling ياما بالتسخين ياما بالتبريد صح كده؟ قلت له كمان all matter is made of particles انا اعرف ان كل المواد بتتكون من جزيئات صغيرة او جزيمات صغيرة طيب الparticles دي ليها اسم قال لي اه cold يعني بتسمى atoms and molecules زرات وجزيئات تسميه زرات وجزيئات تمام كده زي ما احنا شايفين هنا the pencil المرصاص وداود خشب صح كده؟ لو احنا خدنا جزء منه كده وحاولنا نكبره تحت المايكروسكوب هنلاقي ان في atoms كتيرة جدا زرات كتيرة جدا مرصوصة جنب بعض صح كده؟ فبتكون جزء من المادة الجزء اللي حضرتك شايفو ده عبارة عن ايه؟ molecules جزيئات من المادة تمام؟ المال الاتوم عبارة عن ايه؟ كل دايرة الوحدة من دول كل دايرة واحدة بتعتبر اتم طيب كل كم دايرة لازقين في بعض بيعتبروا molecules جزيئ علشان كده هو طلب مني ان انا اعرف الديفنيشن بتاع الاتوم وبتاع الماليكل يعني ايه ذرة ويعني ايه جزيئ هي اصغر وحدة بناء في المادة يعني تخيل كده ان معاك حيطة كبيرة عايز تبنيها ايه اصغر حاجة في الحيطة بتبني منها؟ قلب الطوب او احنا نعتبر قلب الطوب دا اتم هو السمالست بيلدينج يونت اوف اماتر تمام كده؟ طيب يعني ايه ماليكل؟ قال لي دلوقتي لو احنا عايزين نبني الحيطة مش بنبنيه على شكل اصوار فوق بعض صور صغير فوق صور صغير فوق صور صغير اهو الصور الصغير اللي فيه كم قلب طوب دا بنسميه ماليكل بنسميه جزيئ يبقى الماليكل يعني هي مجموعة من الزرات مرتبطة معا او مرتبطة ببعضها يبقى احنا هنعتبر كل دايرة لوحدها اتم وكل مجموعة دواير مسكة مع بعض ماليكل جزيئ انتفقنا كده يا شباب؟ معايا؟ نكمل بقول لي طيب دلوقتي احنا محتاجين نعمل ايه؟ نعمل comparison او مقارنة ما بين الصالد والليكويد والجاز ما بين المادة الصلبة والمادة السائلة والمادة الغازية في كم حاجة كده صغيرين؟ طيب ايه الحاجات اللي احنا عايزين نستخدمها عشان نقارن ما بينهم؟ يعني في الجدول دوت هنوضح بعض الخصائص المختلفة للحالات المختلفة من المادة طيب تعالي نبدأ بالصالد والليكويد والجاز وعايزين نعرف عنهم معلومة واحدة هم التلاتة shape and volume يعني ايه؟ الشكل والحجم في كل واحدة فيهم او في كل state او كل حالة من الحالات التلاتة يا ترى شكل المادة وهي صالد وحجمها وهي صالد سابت ولا بتغير؟ نفس الكلام في الليكويد نفس الكلام في الجاز قال لي نبدأ بالصالد لو انا عندي ترابيزة مدورة حاطتها في القوضة بتاعتي تمام؟ هل لو انا صحيط الصبح الاقي الترابيزة دي بدل ما هي circle ممكن نلاقيها rectangle؟ مستحيل طيب بدل ما هي وغدا مكان صغير ممكن تاخد مكان كبير؟ مستحيل صح كده؟ طالما ما حدش لمسها ما حدش جي جنبها ما حدش عمل فيها حاجة قال لي علشان كده الشيب والفوليوم بتاع الصالد فكسد الشكل والحجم بتاع المادة الصلبة بيكونوا سبتين طيب يبقى الشيب والفوليوم ما لهم؟ او مين هي المادة الصلبة هي مواد لها شكل ثابت وحجم ثابت قال لي طب تعالى مبصة على liquid قال لي are substances that have fixed volume and variable shape يعني ايه؟ هي مواد لديها حجم ثابت وشكل متغير كلمة fixed يعني ثابت وvariable يعني متغير ازاي يعني يا مستر؟ ازاي حجم liquid ثابت وشكله بتغير؟ تلك بسيطة هات لتر لبن في علبة كارتون حجم اللبن اللي جوه اللي علبة قد ايه؟ 1 لتر واحد صح؟ طب فضي اللتر ده في حل هيفضل لتر ولا هيقل؟ هيفضل 1 لتر صح كده؟ يبقى حجم اللبن في العلبة؟ هو هو قد حجم اللبن في الحل لا ما تغيرش يبقى كده الليكويد عنده fixed volume طب شكل اللبن في العلبة زي شكله في الحل ايه رأيك؟ لا مختلفين صح؟ يبقى الليكويد عنده variable shape اشكال متغيرة ازاي يا مستر؟ take the shape of container بياخد شكل الوعاء اللي بيتحط فيه تمام كده؟ وده شكل الاتومز والموليكيلز بتاعت الصولد وده شكل الاتومز والموليكيلز بتاعت الليكويد قال لي طب تعال على الجاز يا طرى الشيب والفوليوم بتاعته عاملين ازاي؟ قال لي الجازس او الغازات they are substances that have variable shape and volume هي مواد لديها شكل متغير وحجم متغير لا شكلها ثابت ولا حجمها ثابت ازاي مستر؟ انفخ بلونة ربطها ليها شكل معين وحجمه معين دلوقتي صح؟ طب اضغط عليها من النص شكلها اتغير وحجمها اتغير طب هو ايه اللي جواه البلونة؟ air او هوا صح كده؟ طب ما الهوا ده جاز يبقى اي جاز have variable shape and volume شكله متغير وحجمه متغير صح كده؟ تعال نكمل مع بعض قال لي لسه برضو عايز اعرف some properties about different states of matter عايز اعرف لسه صفات وخصائص مختلفة عن حالات المادة قال لي تعال دلوقتي نتكلم عن الماليكلز الجزيئات بتاعت كل حالة من حالات المادة التلاتة يا ترى شكلها عامل ازاي ومرتبطة ببعض ازاي وبتتحرك ولا ثبتة في مكانها كل دي معلومات هنعرفها قال لي نبدأ الاول بالسولد بالمواد الصلبة their molecules are healed together tightly in their positions يعني الجزيئات بتاعتها مرتبطة بقوة في اماكنها مع بعض كل الجزيئات بتاعت المادة الصلبة مرتبطة مع بعض بقوة كبيرة جدا وثبتة في اماكنها طيب هتتحرك وتتنقل من مكانها للمكان تاني قال لي لا their molecules vibrate around their places الجزيئات بتاعت المادة الصلبة بتهتز حوالين اماكنها يعني بتتهز وهي في مكانها ما بتتحركش من مكانها لمكان تاني قلتوله طيب انا كده عرفت the molecules of solid substance بتاعت المادة الصلبة تعالي نتكلم عن the molecules of liquid جزيئات المادة السائلة قال لي their molecules are healed together more loosely than molecules of solid يعني هي الجزيئات بتاعتها مرتبطة مع بعضها بس بشكل اكثر تفككا مفككة شوية او بعيدة عن بعضها شوية اكتر من الجزيئات بتاعت الصلب لو خدت بالك هنا مفيش مسافات كبيرة ما بين الموليكولز هنا في مسافات كبيرة شوية طيب ومعاديين المسافات الفاضية اللي ما بينهم دولت مش هتسمح لهم بالحركة قال لي اوه their molecules move faster than solids and slide over each other يعني الجزيئات بتاعت المادة السائلة بتتحرك اسرع من جزيئات المادة الصلبة وكمان بتنزلق فوق بعضها او بتتزحلق فوق بعضها تخيل كده مسك إزازة مية وبتصب منها المية المية وهي نزلة الموليكولز بتاعتها بتتزحلق فوق بعضها صح كده طيب تعاني تكلم عن جزيئات المادة الغازية يعني الجزيئات بتاعت المادة الغازية مش مرتبطة مع بعضها تمام وبتكون مفككة اكتر من جزيئات الليكويد يعني الليكويد جزيئاته مفككة اكتر من الايه من الصولد والجاز جزيئاته مفككة او بعضها عن بعضها اكتر من الليكويد طيب لما تكون المسافات ما بينهم كبيرة جدا كده ها حركتهم هتبقى عاملة ازاي قال لي يعني الجزيئات بتاعت المادة الغازية بتتحرك بشكل مستقل وفي كل الاتجاهات كل جزيئ من دول بيتحرك في الاتجاه اللي هو عايزه مالوش دعوة بالجزيئ الاخر فهمنا كده بعض الخصائص والصفات المتعلقة بالحالات المختلفة للمادة جميل جدا تعالوا نكمل سوا بيقول لي دلوقتي بقى تعالوا نتكلم عن يعني ايه يعني الطاقة الحرارية اللي موجودة في الحالات بتاعت المادة ايه ده هو كل حالة من الحالات التلاتة الموليكلز بتاعتها فيها thermal energy او عندها طاقة حرارية كل المواد اللي في الدنيا بتحتوي على طاقة حرارية طب هو يعني ايه thermal energy يعني ايه طاقة حرارية قال لي الطاقة الحرارية دي عبارة عن حركة الجزيئات داخل الجسم الجزيئات اللي بتتحرك جوه اي جسم سواء كان صالد او ليكويد او جاز دي بتمنحه او بتديله طاقة حرارية فاي مادة في الدنيا بالشكل ايه ده يبقى عندها طاقة حرارية او عندها thermal energy طب thermal energy دي لما تتنقل من point to point او من موليكل لموليكل او من particle لبارتكيل او من جسم الجسم هتتنقل ازاي وعلى شكل ايه قال لي زي transfer of thermal energy انتقال الطاقة الحرارية is cold heat بنسميه حرارة يعني لما الطاقة الحرارية تتنقل من النار لإيدي هنسميها ايه thermal energy ولا heat هنسميها heat هنسميها حرارة انتفقنا كده يا شباب هم معانا كده نكمل بيقول لي طيب تعال نطبق الكلام دوات على solid وال liquid والgaze هنطبقوا على المادة الصلبة والمادة السائلة والمادة الغازية قال لي now let's study how much thermal energy in different states of matter دلوقتي تعال نشوف كمية الطاقة الحرارية اللي موجودة في الحالات المختلفة للمادة نبدأ بال solid قال لي particles of solid matter move slowly so they have the least thermal energy such as ice cubes يعني ايه قال لي الجزيئات بتاعت المادة الصلبة بتتحرك ببطء ولذلك هي بتملك اقل طاقة حرارية اقل طاقة ايه حرارية طالما بيتحركوا ببطء يبقى يحتكوا ببعض بطريقة قليلة جدا يبقى الطاقة الحرارية اللي عندهم هكون قليلة قوي او اقل ما يمكن عشان كده قلنا ان عندها ايه the least thermal energy اقل طاقة حرارية زي مين زي مكعبات التلج ما هو التلج solid صح كده قال لي طب تعالي على liquid قال لي particles of liquid matter move faster so they have moderate thermal energy such as water يعني جزيئات المادة السائلة بتتحرك اسرع من جزيئات المادة الصلبة شوية ولذلك هي عندها ايه بقى moderate thermal energy يعني طاقة حرارية متوسطة طاقة حرارية وسط لا هي قليلة قوي ولا هي عالية قوي زي مين زي المية طب تعالنا روح نتكلم عن الجاز قال لي particles of gas matter move very fast so they have the most thermal energy such as steam يعني ايه يعني جزيئات المادة الغازية بتتحرك بسرعة جدا ولذلك هي عندها اكثر طاقة حرارية اكثر طاقة حرارية في التلات حالات موجودة عند particles بتاعة الجاز زي مين زي البخار اتفقنا كده نكمل مع بعض قال لي ودلوقتي انت عرفت انك عندك three states of matter ثلاث حالات للمادة solid وليكويد وجاز وعرفت ان اي متر في الدنيا بتتكون من particles جسيمات صغيرة اسمها atoms and molecules صح كده في الصوليد بتبقى المسافات ما بينهم شبه منعادمة صغيرة كدا في الليكويد المسافات ما بينهم او ال spaces ما بينهم بتبقى كبيرة شوية في الجاز المسافات بتبقى اكبر شوية وكل التلات حالات عندهم thermal energy حتى البارد منهم عنده اقل طاقة حرارية والليكويد عنده طاقة حرارية moderate متوسطة صح والجاز عنده high thermal energy او طاقة حرارية عالية اتفقنا كده يا شباب تعالوا نكمل مع بعض ودلوقتي وصلنا الاسئلة check your understanding او اسئلة اختبار الفهم طبعا انتو عارفين مستر رحمد ده مش بيحل الاسئلة دي ولكن هشرحها لكم وانتو توقفوا الفيديو وتكتبونا الاجابات فين في الكومنتز او في التعليقات الاسفل الفيديو ده طبعا عبارة عن complete بس باستخدام some words بعض الكلمات اللي between brackets او اللي موجودة ما بين الاقويس بس هو بيقول لي note ملحوظة you may choose some words more than ones يعني في بعض الكلمات ممكن تختارها اكتر من مرة عادي مفيش مشكلة تمام نبدأ بالسؤال الاولي بيقول لي يعني جزيئات المادة الصلبة مرتبطة ببعض وبتهتز ازاي تاني سؤال يعني السوائل عندها حجم ثابت طب وبالنسبة لشكلها ماله جزيئات الغاز بتتحرك بانهي سرعة او بسرعة شكلها عامل ازاي جازيس have يا ترى الغازات شكلها وحجمها مالهم يلا بسرعة شباب نقف الفيديو ونكتب الاجابات تحت في الكومنتز في التعليقات الاسفل الفيديو ودي كل الكلمات المهمة اللي جات في lesson one ياريت نحفظها قراءة وكتابة ونطق علشان نعرف نحل الاسئلة في الامتحان او اسئلة الهومورج اسئلة الواجب بتاعنا والحد هنا يا شباب اكون حلقة النهاردة خلصت بتمنى لكم كل التوفيق واشوفكم على خير ان شاء الله في حلقات جاي كتيرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته